أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء النهاردة هنستكمل مع بعض تكامل الدوال للأسية طبعا احنا هنا خدنا الاشتقاف بتاع الدل الأسية والدل اللغة رتمية وشوفنا مع بعض أفكار الأسئلة اللي بتيجي في الامتحان وشوفنا نظام ورقة البوكلت اختيارات من متعدد وبعدين أسئلة المقال طبعا بتقبأ في مهارات مختلفة كل ما بتحل كتير بتقبأ متمكن في عملية حل المسائل اللي فيها مقال طبعا النهاردة بنرحب برضو بأستاذ خالد وأستاذ خالد النهاردة هي أشرح لنا مع بعض كلمة كلمة في تكامل الدوال الأسية ونقول له أهلا بيك أستاذ خالد أهلا بيك أستاذ خالد أهلا وسهلا يا فاندين أهلا بيك أهلا وسهلا أعزائي الطلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي النهاردة موضوع درسنا تكامل الدوال الأسية بس قبل ما ناخد التكامل دواء القصية هنراجع على التكامل اللي أخدوه في السنة التانية علشان نستكمل الاتنين مع بعض ونمشيهم مع بعض في حل المساعد أول قاعدة أخدناها اللي هي سين قص نون دلت سين في التكامل بزود القص واحد وقسم على القص الجديد عكس التفاضل اللي هو احنا بنخصم من القص واحد فاحنا بنقوله هنا بقى هنقوله بتساوي سين قص نون زائد واحد على نون زائد واحد زائد ثابت ولازم شرطه مهم جدا أن النون لا تساوي سالب كامل سالب واحد لأنه لو النون بتساوي سالب واحد حيبقى النقام بيساوي صفر ويبقى ليست لها ايه معنا ناخد مثال عليها علشان نفكركم بالتكامل اللي حضراتكم أخدتوه قبل كده سين تكعيب زائد اتنين سين تربيع زائد واحد دلت سين عايزين تكامل سين تكعيب زائد اتنين سين تربيع زائد واحد فاحنا بنكامل السين تكعيب فبنقوله يبقى سين قصة اربعة على اربعة زائد اتنين سين قس تلاتة على تلاتة وتكامل الواحد بتساوي سين زائد ثابت التكامل زائد طبعا ثابت التكامل لو ناخد كمان مسألة علشان خاطر نراجع معاكم اتنين سين ناقص تلاتة ده اللي تسين فاحنا بنكامل الاتنين سين تبقى اتنين سين تربيع على اتنين رب عايز تختصر بنختصر ناقص تلاتة سين زائد ثابت التكامل إذا أول قعدة أخدناها اللي هي تكامل سين أسنون دلت سين القعدة دي بتساوي سين أسنون زائد واحد على نون زائد واحد زائد ثابت بنستسن منها أن نون لا تساوي السلب ايه واحد تاني قعدة بناخدها اللي هي تكامل ألف سين زائد ده أسنون دلت سين تكامل ألف سين زائد به لازم يكون القوص ده من الدرجة الأولى يعني أس سين تبقى أس واحد فعشان نكامل المسألة دي فبنقوله بتساوي ألف سين زائد به لكل أسنون زائد واحد على نون زائد واحد في معامل السين اللي هو الألف زائد ثابت لإيه التكامل نشوف مثال على كده نقوله مثلا إيه والتكامل اتنين سين زائد ثلاثة لكل أس خمسة دلت سين أبنى ما اشتغل لازم اتأكد إن السين من الدرجة الأولى فاني نقوله فعلا هي من الدرجة الأولى فتعالى نكامل بقى فانيقوله بتساوي اتنين سين زائد ثلاثة لكل أس ستة على ستة في معامل السين اللي هو اتنين زائد ثابت التكامل ولو عايزين نبسطها شوية فهتبقى اتنين سين زائد ثلاثة لكل أس ستة على اتناشر زائد ثابت التكامل ستة في اتنين باتناشر يبقى عندنا القاعدة رقم اتنين بتقول تكامل قوس من الدرجة الاولى الف سين زائد به لكل اص نون ده اللي تسين يشترط فيها ان القوس دوت يبقى من الدرجة الاولى يعني ايه من الدرجة الاولى؟ يعني لازم سين تبقى قوس كام قوس واحد برضو هنا في الشرط ده هقوله ان نون لا تساوي سلب واحد برضو من ضمن الحاجات اللي احنا هنرجحها والقواعد اللي احنا هنرجحها القاعدة الثالثة اللي هو تكامل دلة سين الكل قس نون في دلة شرطة سين بنسميها احنا دلة في تفاضلها لو انا معايا دلة في تفاضلها دلة سين فيقولك ان الناتج بتاعها بيساوي دلة سين الكل قس نون زائد واحد بزود القس واحد وقسم على القس الجديد اللي هو نون زائد واحد زائد ثابت التكامل والشرط برضو لسه مازال معانا ان النون لا تسوي سالب ايه واحد يبقى لو انا عندي دلة في تفاضلها يبقى بزود الدلة تزود عليها واحد واقسم على القس الجديد نشوف مسألة كده لو انا معايا مثلا سين تربيع زائد 2 سين الكل القس السبعة في 2 سين زائد 2 بصوا كده بقى معايا الدلة ديت سين تربيع زائد 2 سين طب من تيجي انفاضلها كده تفاضل السين تربيع ب 2 سين تفاضل ديت 2 سين ب 2 طبعا الكلام ده دلة ايه؟ دي الدلة ودي تفاضلها يبقى ساعتها ممكن نقوله ايه دي بتساوي سين تربيع زائد اتنين سين الكل قس 8 على 8 زائد ثابت التكامل يبقى انا عندي القاعدة التالتة اللي كنا بناخدها في سنة تانية سنوي في قواعد التكامل تكامل الدلة السنون في تفاضلها لازم اتأكد من تفاضلها دي ففاضل الدلة قدام عيني كده زي المسألة اللي قدام حضرتك دلوقتي سين تربيع زائد اتنين سين كل قس 7 ففاضل السن تربيع باتنين سين وفاضل الاتنين سين باتنين فاقول له اه دي الدلة ودي تفاضلها دلة سين تكامل دلة في تفاضلها بزود القس واحد وقسم على القس الجديد نفكركم كمان بدوال المسلسية لما كنا بنقول ساعت بتساوي جاسين فلما كنا بنفاضلها كنا بنقول ساعت شرطة بتساوي جاسين طيب لما أحب كامل وقل له تكامل جتة سين دلت سين يبقى تكامل الجتة حيساوي جاسي لأنه لما بفاضل الجا يديني جتة لما أكامل الجتة يديني إيه جا ورضو عندي قعبة تانية صاد بتساوي جتة سين لما أحب فاضلها اللي هي صاد شرطة هتساوي سالب جاسي نديف للدلة سابت جاسين زائد سابت آه طبعا زائد سابت طيب أدي الصاد بتساوي جتة سين ده قعدة تفاضل دي أنا كده بفكرك بالتفاضل علشان فيه ربط ما بين التفاضل والتكامل لما تحب تكتب قعدة التكامل افتكر التفاضل اللي احنا كنا بنفضله أنا معايا صاد بتساوي جتة سين لما أفاضلها تبتت ديني سالب جاسين طيب لو أنا عايزة كامل الجاسين ده اللي تسين فيديني يقول لي ده بتساوي سالب جتة سين زائد سابت كمان يبقى أول قعدة خدناها في الدوال المسلسية صاد بتساوي تكامل جتة سين نقول له بتساوي جاسين تكامل الجا بيساوي سالب ايه جتة طيب تكامل القا تربيع سين دلت سين تكامل القا تربيع سين دلت سين بتساوي زا سين زائد سابت يبقى أنا عندي ثلاث قواعد من الدوال المسلسية واحد اتنين ثلاثة تكامل الجتة بجا أفتكرها إزاي دي يا مستر نقول له طيب هو تفاضل الجا ايه بجتة صاد بتساوي جاسين أفاضلها تديني جتة سين يبقى لما أحب أكامل الجتة يديني ايه جا طيب تفاضل الجتة ايه سالب جا طيب يبقى تفاضل الجا ايه السالب اللي هنا يروح مع الجتة يبقى تكامل الجا سين بتساوي سالب جتة سين أخيرا تكامل لقا تربيع سين ده اللي تسين بتساوي زا سين زا ايه سابت يعني نقدر نقول من هنا أستاذ خالد أن التكامل هو المشتقل عكسية لعملية التفاضل تمام التكامل هو المشتقل عكسية يعني عملية عكسية للا ايه للتكامل نحب نشرح مثال الحكاية دي فنجي نقول له جا تربيع سين تكامل جا تربيع سين زا ات جا تربيع سين زا ات زا تربيع سين ده اللي تسين عندنا احنا في حساب المسلسات جا تربيع زائد جا تربيع بتساوي واحد هقوله كده بما أن جا تربيع سين زائد جا تربيع سين بتساوي واحد يبقى هنقوله هنشيل ده كله ونقوله بتساوي واحد زائد زاطة تربيع سين ده اللي تسين وارجع برضه أفكرك أن أنا عندي قعدة للواحد زائد زاطة تربيع بتديني قطة تربيع بتديني قطة تربيع يبقى هنقول له تكامل هاشين الزطا تربيع دي هنقول له تكامل قطة تربيع سين دلت سين قطة تربيع بتساوي سالب زطا سين زائد كام سابت ده بيدخلنا بقى في الدوالة التانية اللي احنا هنفكركم بها دلوقتي انا عندي تلاتة قبل كده واحد اتنين تلاتة انا عندي تكامل الجتا سين دلت سين بتساوي جا سين عندي تكامل الجا سين دلت سين طبعا زائد سابت بتساوي سالب جتا سين زائد سابت عندي تكامل القا تربيع سين دلت سين بتساوي زا سين زائد سابت طب ما الايه بقى اللي احنا هناخده دلوقتي هناخد تكامل القا تربيع سين دول التلاتة الجداد اللي هم جمع عليك في منهج تلتة سنوية احنا كنا في سنة تانية بناخد تلاتة بس اللي هو تكامل الجتا وتكامل الجا وتكامل القا تربيع المرة دي هناخد تكامل القا تربيع سين تكامل القا تربيع سين هتساوي سالب زطا سين زائد ثابت اي حاجة فيها ته بنكملها يبقى بنحط معها ايه سالب طيب تكامل القا في زطا دلت سين هتساوي تكامل القا تسين برضو بالسالب زائد ثابت وتكامل القاسين في زاسين ده اللي تسين هتساوي عبارة عن قاسين زائد سات يبقى احنا عندنا 6 قواعد للتكامل الدوالي المسلسية قاعدة الجتا تكامل الجتا بجا لو انت مش فاكرها افتكر قاعدة التفاضل قاعدة التفاضل بتقول لو عندي صات بتساوي جاسين يبقى صات شرطة بتساوي جتا سين ارجع بقى تكامل الجتا يبقى يديني ايه جاسين عندي تكامل الجا يديني سالب جتا عندي تكامل القاة تربيع دلت سين بتساوي زا سين زا تسابت التلاتة الجودات بقى أنا خدت في سنة تانية خدت لغاية قاة تربيع طب يا طرى القاة تربيع تبقى بإيه القاة تربيع بزا طب والقاة تربيع تبقى بسالب زا سين زا تسابت عندي كمان قاة سين زا تسين دي لو احنا فضلنا تدلم من اللي بفضله يديني قاة سين زا تسين القاة القاطة لو فضلتها تديني قاطة سين زاة سين بس بإشارة إيه؟ سالبة يبقى تكامل القاطة سين زاة سين بسالب قاطة زاقات ثابت كذلك تavasاء تكامل القاطة سين زاة سين دا لاتسين بتديني قاطة سين زاقة إيه؟ سابت نحب نجمع الحاجات دول الأول أهو قدام حضرتك القواعد اللي إحنا معانا كلها قاعدة اللي إحنا خدناها في الأول اللي هي تكامل سين وسنون دا لاتسين كتبناها لك هاي والقاعدة بتاعة القوص اللي بالدرجة الأولى اللي هو ألف سين زائد به لكل السنون والقاعدة اللي هي الدلة في تفاضلها والثلاث قواعد اللي انت أخدتهم في سنة تانية سنوي الجتة والجا والقا تربيع تكامل الجتة بجا سين تكامل الجا بسالب جتة سين زائد ثابت تكامل القا تربيع بزا سين ناخد مثال كده تكامل سين تربيع زائد سين زائد ثلاثة دل سين دل كثيرة حدود إحنا واخدين قاعدة التكامل بتاعتنا فبنقول له الحل تعالى نكامل واحدة واحدة السين تربيع هتبقى لما هكا كاملها هقول له بتساوي سين تكعيب على ثلاثة ولما أكامل السين هتبقى سين تربيع على ثلاثة ولما أكامل الثلاثة وده عدد ثابت يديني ثلاثة سين زائد إيه ثابت يبقى انا في الحالة دي كاملت السين تربيع بزودت القس واحد وقسمت على القس جديد وكملت السين زودت القس واحد القس بتاحها كان واحد زودته بقى اثنين وقسمت على الاثنين وكملت التلاتة بتساوي تلاتة سين زائد سات يبقى المسألة خلصت بالمنظر ده طب تعالى برضو احنا ما زلنا بنراجع التكامل ما دخلناش لسه في الدوال القسية بتاعت سنة تلتة عندي مسألة تانية بيقولي تكامل واحد على سين قس اربعة زائد جا سين زائد قا تربيع سين دلت سين واحد على سين قبل ما تكامل اعدل المسألة قبل ما تكامل اقول له واحد على سين قس اربعة دي سين قس سالب اربعة زائد جا سين زائد قا تربيع سين يبقى انا كده عدلت المسألة وتعالى بقى واحدة واحدة لكامل كل واحدة لوحدها السين قس سالب اربعة هتبقى برعا هزود القس واحد سالب اربعة هزود عليه واحد يبقى سين قس سالب ثلاثة واقسم على القس الجديد اللي هو سالب كامل ثلاثة تكامل الجا احنا لسه مفكرينك بيها تكامل الجا سين دلت سين هتساوي سالب جتا سين طبعا هتضرب الموجب في السالب هيبقى سالب وتكامل القا تربيع بزا سين وبعدين في الآخر بتقول له زائد ساد أفكرك تاني بالقواعد بقى اللي دخلت معانا جديد لسنة تالتة تكامل القا تربيع سين دلت سين تكامل القا تربيع بسالب زطا سين زائد ثابت دي اللي عليك بقى السنة دي وتكامل القا سين زا سين دلت سين دي بتساوي قا سين زائد ثابت قا في زا طيب مين اللي تفضلوا يديني قا في زا القا القا لما أفاضلها وإحنا أخذنا أول درس في التفاضل كان تفاضل الدولة المسلسية وكان من منها إزاي فاضل القا فكان تفاضل القا قا في زا فلما أحبها كان القا في زا الديني قا سين زا ايه سابت آخر حاجة اللي هي تكامل قا سين زا سين دلت سين قا سين زا سين قا في زا يبقى هنا في الحالة دي هنقوله هنقوله عبارة عن قا سالب قا سين زائد ايه زائد ثابت يبقى أنا عندي ثلاث قواعد هم دول الجداد اللي أنا هاخدهم السنة دي في سنة تالتة بالإضافة للتلاتة الأدام اللي هي قا تربيع سين قا في زا قا في زا أفكرك بحاجة أخدناها في سنة تانية هي عبارة عن الجا تربيع سين بتتكتم إزاي والجا تربيع سين بتتكتم إزاي لما أحب أكامل الجا تربيع سين كنا بنكتبها نص زائد نص جا تنين سين لما أحب أكامل الجا تربيع سين كنت بكتبها نص زائد نص جا تنين سين ولما حبك أعمل الجاة تربيع كنا بنكتبها نص ناقص نص جاة اتنين سين يبقى الاتنين دول إحنا بنستخدمهم في المسائل لما يبقى الجنة مسألة فيها جاة تربيع أو جاة تربيع يعني هو الطالب يبقى عارف يا أستاذ خالد أن جاة اتنين سين بيبقى حافظ اللي هو يعني اللي حافظها قبل كده أن جاة اتنين سين بتسوي جاة تربيع سين ناقص جاة تربيع سين أو جاة اتنين سين بتسوي اتنين جاة تربيع سين ناقص واحد بس هو عشان يبقى اللي نسي يكتب القاعدة الأساسية نكتب القاعدة جتا 2 سيتا بتساوي جتا تربيع سيتا ناقص جا تربيع سيتا وجتا 2 سيتا بتساوي 2 جتا تربيع سيتا ناقص واحد وجا وبرضو جتا 2 سيتا بتساوي 1 ناقص 2 جتا تربيع سيتا بالمنظر ده لو عايز انت بقى الجتا تربيع او الجتا الوحدها بتودي الواحد الناحية التانية وتقسم على اللي ايه يعني لو انت عايز دي فبتقول له جتا تربيع سيتا هتساوي نص زائد نص جتا 2 سيتا بتودي الواحد الناحية التانية وتقسم على الاتنين في الطرفية ولو انت عايز الجاة تربيع تي فبتقول له جاة تربيع سيتا بتساوي نص ناقص نص جاة اتنين سيتا التلات قواعد بتوع الجاة بتوع سنة تانية سنوي مهمين جدا ومش هتسيبهم ابدا لانك بتستخدمهم باستمرار علشان كده اول مسألة بتجينا في التكامل ده هي يقولك تكامل اتنين جاة تربيع سين ده اللي تسين فانا هقول له ايه الله طب ما انت لسه من دهان ايه فهاجه اقول له تكامل اتنين هي وهنا هاشيل جاة تربيع سين ده واكتب مكانها نص زائد نص جاة اتنين سي ده اللي تسين وكمان علشان ما دايقش نفسي بالنص ده اضرب في اتنين هنا واضرب في اتنين هنا فهيبقى تكامل اتنين في نص بواحد واتنين في نص هنا بجاة اتنين سين ده اللي تسين طيب عايزين بقى نكامل تكامل الواحد زي ما انت عارف بسين بالنسبة للسين وتكامل الجاة بايه بجاة اتنين سين على اتنين لان في معامل هنا لو ما كانش في معامل اقولك تكامل الجاة جاة على طول وخلاص على كده لكن في معامل السين اتنين هقوله على اتنين زائد كام زائد ثابت يبقى انا لو جات لي مسألة فيها جاة تربيع في المسألة يبقى انا افتكر التعويضة دي يا سيد ماهر اللي هي نص زائد نص جاة اتنين ايه سين عندي مسألة كمان تكامل واحد ما الزطة سين لكل تربيع زائد اتنين زطة سين دلت سين واحد ما الزطة تربيع سين زائد اتنين زطة دلت سين فانا عندي ده مربع كامل افكه قبل ما اشتغل اقوله الحل لهو مربع الاول واحد اتنين في الاول في التاني باثنين زطة سين مربع التاني بزطة تربيع سين بالاضافة على اتنين زطة سين كل ده دلت سين اكتشف ان في اتنين زطة هنا بالسالب واثنين زطة هنا بالموجب حيروحوا مع بعض وبالتالي حيبقى تكامل واحد زائد زطة تربيع سين لدلت سين واحد زائد زطة واخدنها قبل كده في حساب المسلسات واحد زائد زطة تربيع سين بتساوي قطة تربيع سين يبقى انا هشيل ده كله وقوله تكامل قطة تربيع سين دلت سين واخدين احنا تكامل القطة لسه واخدينها دلوقتي وفكرك بيها تكامل القطة تربيع سين بتساوي سالب زطة سين زائد سابت يبقى المسألة دي شكلها كبير وممكن اتخض منها لكن انا مجرد ما فكيت القوس وقلت له مربع الاول واثنين الاول في التاني ومربع التاني اكتشفت ان فيه حدين هيروحوا مع بعض واحد بالسالب اللي هو سالب اتنين زطة سين وواحد بالموجب اللي هو اتنين زطة سين راحوا مع بعض واكتشفت كمان انه الباقي واحد زائد زطة تربيع طب ما انا واخدها في قولة سانو دي واحد زائد زطة تربيع بقطة تربيع رحت شايلهم هما الاثنين وحطيت مكانها قطة تربيع تكامل القطة تربيع ده حاجة لسه واخدين هادي الوقت تكامل القطة بسالب زطا قلت لك قبل كده أي حاجة فيها تيه لازم تلاقي فيها ايه سالب يبقى بتساوي سالب زطا سين تعال اتفرج على بسألة هنا قا سين لالفين وسبعتاشر اس الفين وسبعتاشر زا سين دال سين ده رقم كبير جدا قا سين اس الفين وسبعتاشر زا سين فنيجي نقول له الله طيب هل دي دال لف تفاضلها دال قا تفاضلها قافظة طيب ايه رأيك لو احنا خدنا قبل ما فكر في الحل اهو بفكر معاك ايه رأيك لو خدنا من الالفين وسبعتاشر دي واحدة بس نحطها جنب الزا هنا فهتبقى المسألة عبارة عن قا سين الكل اس الفين وستاشر في قا سين زا سين دال لتسين يبقى انا القا سين اس الفين وسبعتاشر دي انا مخدود منها انا خايف منها فقلت له لا انا هاخد منها واحدة بس احطها جنب الزا ليه بقى عشان تبقى دي الدلة ودي ايه تفاضلها دلة في تفاضلها يبقى ازود الاس واحد واقسم على الاس الجديد يبقى الناتج هيبقى قا سين هزود الالفين وستاشر دي هتبقى الفين وسبعتاشر على 2017 زائد ايه زائد ثابت اذا المسألة لما تبقى بالمنظر ده اوعى تفتكر ان لما يعليلي القس انا مش عارف حل لما على القس انا عملت ايه خصمت واحد بس من 2017 حطيته جنب الزاء علشان اقول له دي الدلة ودي التفاضل بتاعها يبقى دلة في تفاضلها يبقى ازود القس واحد واقسم على القس جديد واضيف الثابت اللي احنا اخدناه اي تعليق يا أستاذ لا لا تمام كده عندي برضو هلا نبدأ بقى ناخد ازاي اكامل الدوال القسية انا عندي نوعين من الدوال القسية الدلة القسية يا اما تبقى هيه قسسين السابت بتاعنا اللي هو 27 من 10 دي دلة قسية للأساس هيه وفيه دلة قسية لأي عدد تاني الف فاحنا للأول دلوقتي هناخد الدلة القسية اللي هيه هه اساسين اول قاعدة هناخدها تكامل هه اساسين دلت سين لو تفتكر تفاضل هه اساسين كانت هيه هي نفسها هه اساسين برضو تكاملها هيه هي نفسها هه اساسين فيبقى قوله تكامل هه اساسين دلت سين بتساوي هه اساسين زائد سابت الدلة الوحيدة اللي تكاملها نفسها وتفاضلها نفسها هي دلت هه اساسين تيجي تفضلها تلاقيها هي نفسها وتيجي تكملها برضو تلاقيها هي نفسها بس زائد ايه سابت طيب طب لو كانت السين دي فيها معامل يعني لو جيت قلت لك هيه قص كاف سين دلت سين يعني مش سين لا اتنين سين تلاتة سين اربعة سين طب نعمل فيها ايه يقولك هي نفس الدلة هتبقى هيه قص كاف سين بس هتقسم على كام على كاف زائد سابت ودي القاعدة التانية يبقى انا عندي القاعدة الاولية لو انا عندي تكامل هيه قص سين بس يبقى تكاملها هيه قص سين زائد سابت لكن لو معايا معامل كاف مثلا او حتى مش بس معامل لو كان القص ده من الدرجة الاولى يعني كاف سين زائد به او كاف سين زائد اتنين في الحالة دية بنقسم برضو على معامل ايه السين الحالة التالتة في التكامل ده بييجي بقى يقولك لا ده انا عايز هيه قص ده اللي تسين يعني هيه هنا القص بتاعها مش واحد مش خمسة لا دي دل بحالها وكمان ضربتها لك في دلة شرطة سين يعني هيه قص دلت سين في دلة شرطة سين دلت سين يبقى في الحالة دية هيبقى التكامل عبارة عن هيه قص دلت سين زائد ايه سابت يبقى انا مش هقدر اقوله اله هيه قص دلت سين دي تنزل زا ما هي الا اذا شفت تفاضل القص يعني هيه قص دلت سين في دلت شرطة سين دل سين يبقى الناتج بتاعه هيه قص دلت سين زائد سابت اهم قواعد للدلة القصية تلت قواعد مهمين جدا اللي هو تكامل هيه قص سين بيساوي هيه قص سين زائد سابت تكامل هيه قص كاف سين يعني معايا جنب السين معامل فبقوله تبقى بتساوي هيه قص كاف سين على كاف بقسم على المعامل زائد السابت تكامل هيه قص دلت سين تعالى نتفرج على امسلة عشان نفهم المسألة دي بتتحل ازاي اول مثال عندنا مثال رقم واحد تكامل هيه قس 2 سين دلت سين اسألة بسيطة جدا الراجل قال لي ايه انا هدي لك جنب السين 2 اقول له بتساوي هيه قس 2 سين على 2 زائد ثابت زي ما اخدت في القانون هنا برضو بنعمل نفس الكلام طيب لو جاب لي مسألة تانية قال لي تكامل باي هيه قس سين زائد ثابت زائد دلت سين الباي دي يعني عدد ثابت ممكن يخرج برا الايه التكامل فانا ممكن اقول له دي باي برا هيه تكامل هيه قس سين دلت سين طب ما انا لسه واقد تكامل هيه قس سين هي نفسها يبقى الناتج هيطلع باي اهو منستوش في هيه قس سين نزلت زي ما هي زائد الايه الثابت تعالا ناخد كمان مثال تكامل هيه قس سبعة ناقص اربعة سين دلت سين اوعى تنسى انا بأسم على معامل السين احسن تقسم على السبعة السبعة دا مش معامل السين يبقى في الحالة دية لما حب كامل الدلة دي هتبقى هي نفسها هيه قس سبعة ناقص اربعة سين على معامل السين اللي هو سالب اربعة زائد ايه سات يبقى في الحالة دية احنا بناخد امثلة بس توضحية ازاي بستخدم القانون في الامثلة دية طيب لو كانت الدلة دلت سين بتساوي الف اسسين لو كانت الدلة اسمها الف اسسين بص التكامل بتاعها زيها بالزبط بس بنضيف حاجة كمان تكامل الف اسسين دلت سين بيديني هي نفسها الف اسسين على لغارتن الف للأساس هي زائد ثابت يبقى الجديد الفرق بين الدلة الاسية اللي اساسها هي غير الدلة الاسية اللي اساسها الف حيث الف عدد حقيقي مجب لا يسوي الصفر ولا يسوي الواحد يبقى في الحالة دية هتنجي نقول له ايه تكاملها هو نفسه برضو بس مقسومة على لغارتم الف للأساس واحد يجي يقول لي ايه ده انا عايز اطلع اللغارتم هنا ماشي بس خلي بالك ولا انت بتطلعه بدل بقى حط الالف في مكان الاساس والهيه تبقى جوا يعني انا ممكن اقولك بتساوي الف اسسين في لغارتم هي للأساس الف زائد ثابت بس انا دايما بنصحك خلي دايما اللغارتم للأساس هي عشان ما اطلق بطش روحك في الحالة دية في قاعدة تانية طب افرد جنب السين معامل يعني الف كاف سين ده اللي تسين لو جنب السين معامل يبقى هنعمل لنفس شغلانا هيبقى الف كاف سين على لغارتم الف للأساس هي وهقسم على المعامل زائد ثابت يبقى انا في فرقة عندي في القاعدتين هنا السين المعامل بتاحها واحد فنزلت ألف قس سين على لغارتم ألف للأساس هي وقلت له زائد ثابت وقلت لك كمان لو انت عايز تبدل السين اللغارتم ألف للأساس هي عايز تطلعه فوق يبقى لما هتطلعه فوق هتبدل بقى تقوله لغارتم هي للأساس ايه ألف طيب لو كان الدلة القسية دي المعامل بتاحها عدد وليكن كاف فنيجي نقوله لا احنا هنقسم على الكاف طيب لو كانت كده ألف قس دلة سين ومضروبة في دلة شرطة سين لدلة سين يبقى ألف قس دلة سين ومضروبة في تفاضلها يبقى في الحالة دي هتحنقوله بتساوي ألف قس دلة سين على لغارتم ألف للأساس هي زائد ايه سابق تلت قواعد للدلة القسية اللي أساسها ألف أنا عندي نوعين من الدوال القسية دلة أساسها هي وإحنا خدنا القوانين بتاعتها ودلة أساسها ألف حيث ألف عدد حقيقي موجب لا يساوي الصفر ولا يساوي الواحد ناخد أمثلة على الحكاية دي عشان تقطر ايه نسبة المعلومة فأول مثال هناخده تكامل خمسة أساسين دلة سين خمسة أساسين والسين مش عليها معامل فهنقوله بتساوي خمسة أساسين على لغارتم خمسة للأساس هي زائد سابق فاش حاجة خالص مصيطة خالص إحنا طبعا بنجيب لك مسألة علشان نفهمك القانون ماشي ازاي طيب لو كان تكامل خمسة أسسالب اتنين سين دلت سين قال لا ده جنب السين سالب يبقى في الحالة دي نقوله ايه الدلة هي نفسها خمسة أسسالب اتنين سين على لغارتم خمسة للأساس هيه والمعامل يتقسم هنا على سالب اتنين زائد سابق طيب ناخد مسألة كمان تكامل سبعة أسسجاتة سين في جاسين دلت سين آه ده السبعة هنا فوقيها دلة الدلة هنا عبارة عن جتة ايه سين طب تفاضلها ايه تفاضل الجتة سين سالب جاسين طب أنا عندي جاسين بس نقوله ممكن أضرب في سالب برة وسالب جوه كأنني ما عملتش حاجة يبقى في الحالة دي يتقادي سبعة أس جتا سين في تفاضلها تفاضل الجتا سالب جا سين في الحالة دي هتبقى أعبارة عن سبعة أس جتا سين على لغة ركم سبعة للأساس هي زائد إيه سابت واتتب النقص اللي بره ودخل كمان النقص اللي احنا دخلناه هنا بره علشان يبقى المسألة إيه دي سابت يبقى في الحالة دي أنا ديتك ثلاث أمثلة على حساب الثلاث قوانين اللي احنا إيه خلناه مرة خمسة أس سين ومرة خمسة أس سالب اتنين سين عشان يبقى فيها معامل ومرة عدد وعدد دلة في إيه في مشتقة الأس بتاعها نيجي بقى لأهم قاعدة بناخدها اللي هي قاعدة البسط تفاضل المقام يعني عندي دلت سينة هي مقام والبسط بتاعها دلت شرطة سين دلت سين إذا كان البسط تفاضل المقام يبقى التكامل بتاعها لغارتن مقياس المقام دلت سين للأساس هي زائد سابت بص كده معايا أي دلة كسرية فاضل المقام وشوفه لو البسط زي التفاضل المقام يبقى نقوله ده البسط أهو البسط تفاضل المقام في الحالة دي التكامل يبقى إيه لغارتن المقام طبعا علشان إحنا مش عارفين الدلة دي موجبة ولا سالبة ولا إيه فإحنا زيادة في الأمان علشان لازم يكون مداخل اللغارتن يبقى موجب بنحط لها مقياس علشان نقامل نفسنا وتبقى الدلة إيه موجبة باستمرار وبناء عليه لو أنا أخدت لك بقى واحد على سين دلت سين بص كده بقى المقام سين تفاضله كام واحد يبقى البسط تفاضل المقام يعني دي القاعدة العامة اللي أنا بشتغل بيها وخدت بعدها قاعدة تانية تكامل واحد على سين دلت سين أنا عايزة بس أفكرك بحاجة عشان خطر كل شوية كنت أقولك حيثنون لا تساوي الواحد هي دي تكامل سين أس سالب واحد ما هو واحد على سين يعني سين أس سالب واحد التكامل ده بالذات كان ليه تكامل خاص إحنا كنا دايما بنستبعد القسيون سالب واحد هنا حطناه بقى يبقى التكامل واحد على سين دلت سين البسط تفاضل المقام هيساوي لغارتن سين للأساس هي زائد سابت يبقى هنا خلي بالحضرتك معي ليه دايما كنت أقولك حيثنون لا تساوي السالب واحد طيب أدي النونة هي وبتساوي سالب واحد وتكاملها هيبقى لغارتن من ايه المقام لأننا هعدلها وقول له واحد على سين ادي المقام سين طب تفاضله ايه تفاضله واحد يبقى البسط تفاضل المقام يبقى الناتج لغارتن أشهر قعدتين بنتكلم فيهم اللي هي البسط تفاضل المقام بيساوي لغارتن المقام وتكامل واحد على سين بيساوي لغارتن من قياس سين للأساس هي ناخد أمثلة بقى على الحكاية دي علشان خاطر نسبت المعلومة مثال تكامل أربعة على واحد زائد تنين سين دا اللي تسين اي دالة كاسرية امسك المقام كده وقول له دا المقام عبارة عن واحد زائد اتنين سين طب تفاضل المقام تفاضل المقام تفاضل الواحد صفر تفاضل لاتنين سين باتنين الله دا البسط اربعة يا أستاذ وده اتنين يجي نقول له ما أنا ممكن اخلي الاربعة ديت عبارة عن اتنين برة واثنين جوه على واحد زائد اتنين سين دلت سين كده بقى البسط تفاضل المقام لما يبقى البسط تفاضل المقام يبقى الناتج عبارة عن اتنين اللي برة دي في لغة رتم المقام واحد زائد اتنين سين للاساس هي زائد سين يبقى في الحالة دي أنا قبل ما اشتغل اجيب له المقام اي دلة كسرية امسك المقام اكتبه قدام منك وبعد كده فضله فبص على البسط اذا لقيته اربعة لا فكوا عشان يبقى البسط تفاضل المقام فك الاربعة اتنين فين في اتنين ناخد مسألة كمان اهو تكامل سين زائد واحد على سين تربيع زائد اتنين سين زائد سبعة دلت سين دي دلة كسرية يا مصدر اه طب ما تيجي انفاضل المقام انا هاجي على جنب كده هقولك ادي المقام بيساوي سين تربيع زائد اتنين سين زائد سبعة طيب تفاضل المقام السين تربيع باثنين سين الاثنين سين تفاضلها اثنين الله ده هنا اثنين زائد اثنين بس هنا في البسط سين زائد واحد طب ايه رأيك لو ضربنا هنا في اثنين وقسمنا على اثنين يبقى ما عملتش حاجة لان لو انت عايز ترجع في كلامك هتختصر الاثنين دي مع الاثنين دي طب ايه رأيك لو دخلتهم جوه يبقى النصة هو تكامل اثنين سين زائد واحد زائد اثنين بتدخل اثنين سين على الاولى ودخل اتنين سين على التانية على سين تربيع زائد اتنين سين زائد سبعة بص كده بقى للبسط البسط تفاضل المقام يبقى انا لما فضلتهم الاول ولقيت المقام مش مزبوط شوية زبطته انا كان عندي تفاضل المقام اتنين سين زائد اتنين انا عندي البسط كان سين زائد واحد فقلت له ايه رأيك لو ضربنا في اتنين فوق وطلعنا نص برا كاني مضرف واحد لان الاثنين هتروح مع الا ايه الاثنين ودخلتهم فاصبح دلوقتي البسط تفاضل المقام ويبقى النص اللي انا عامله هو لغارة مقياس المقام اللي هو سين تربيع زائد اتنين سين زائد سبعة زائد سابت تمام كده ماشي يا سيسخان نبدأ بقى نخش على امثلة بقى مختلفة نبدأ نخش على امثلة مختلفة بس احب اجيب تفاضل الزاء ماشي اقاسف تكامل الزاء تكامل زاء سين دلت سين وبالمرة كمان تكامل زاء سين دلت سين لو تاخد بالك من ضمن القواعد اللي احنا خدناها لو تاخد بالك من ضمن القواعد اللي احنا خدناها ما كانش فيه تكامل الزاء ولا كان فيه تكامل للزاء طب ما انا هنعمل ايه نقول له انا هكتب له كده اقول له تكامل الزاء دي عبارة عن جاء سين على جاء سين دلت سين المقام جاء تفاضلها ايه سالب جاء بس اللي مكتوب عندي جاء بس نقول له هحط سالب هنا وحط سالب برا اصبح دلوقتي سالب في سالب بمو جبما انا كده ما عملتش حاجة ولا ايه رأيك يا سيد ماهر وفي الحالة دي هتحنقجي نقول له ايه البسط تفاضل المقام يبقى في الحالة دي هكتب السالب لغرة مقياس جاء سين للأساس هي زائد ايه ساب يبقى انا فعلا ما عنديش قاعدة لتكامل الزاء الوحدة لكن انا ممكن استخدمها كأنها تمرين عادي جدا كذلك الزطة اقول له الحل الزطة عبارة عن جاء سين على جاء سين دلت سين طيب ادي دلت كسرية هي حضرتك قلتلي ايه فاضل المقام الاول وشوفه كده ينفع للبسط ولا لا طيب احنا بنفاضل دلوقتي المقام تفاضل الجاء جتت جتت سين البسط تفاضل المقام يبقى في الحالة دي هتساوي لغرة جاء سين للأساس هي زائد ايه ساب في الحالة دي احنا بنأكد على القعدتين المهمين اللي احنا اخدناهم قاعدة اولانية اللي احنا هنرجحها قدامك اهو القاعدة الاولانية تكامل الواحد على سين دلت سين بلغرة مقياس سين للأساس هي زائد ثابت وتكامل دل شرطة سين على دل سين لدل سين هتساوي لغرة للأساس هي لدلت سين زائد ايه زائد ثابت ناخد مسألة كمان مثال تكامل جا سين زائد جا تاسين على جا سين مقص جا تاسين دلت سين دلة كسرية وهنشوف الاول نجيب المقام بعدين بفضله وينفع البسط يبقى تفاضل مقام ولا محتاجة ان انا ازود عليها حاجة او اناقص من حاجة فهجأ اقول له الحل هو انا همسك المقام وقول له المقام بيسوي ايه المقام عبارة عن جا سين مقص جا تاسين تبتفاضل المقام الجا بجا تاسين الجا بسالب جا وسالب في سالب تبقى بنوجب جا سين بص كده بقى للبسط هنا ادي التفاضل هون بتاع المقام ودي البسط هتلاقي هو وطبعا انت عارف ان الجامع الدالي جا تاسين زائد جا سين هي هي جا سين زائد جا تاسين يبقى في الحالة دية البسط تفاضل المقام والحل هنا هيبقى لغة رتمي للأساس هي مقياس جا سين ناقص جا تاسين زائد سات يبقى احنا باستمرار لما نلاقي مسألة كسرية بجيب المقام لوحده افضله وبص على البسط بتاعي هل هو زيه ولا محتاج ازبطه لو محتاج ازبطه اضرف اتنين اقسم على اتنين تبقى برضو نعرف نحلها ناخد مسألة كمان يا أستاذ ماهر بص المسألة دي جا تكعيب سين زائد جا تكعيب سين لجا سين زائد جا تاسين ده اللي تسين لا مش ممكن ابدا ان يبقى البسط تفاضل المقام ده انا لو فضلت الجا بجتة ولو فضلت الجا بسالب جا مش ممكن هتبقى زي البسط اللي موجود بس بتفكرني بحاجة حلوة قوي اللي هي افكرك بيها مجموع مكعبين اللي هي الف تكعيب زائد به تكعيب بتتفكي قوس صغير في قوس ايه كبير الف تكعيب زائد به تكعيب هي برعا الف زائد به معايا كده وبعدين يبقى الف تربيع ناقص انا بغير الاشارة الف به ما بقولش اتنين الاول في التاني بقوله الف به زائد به تربيع هعمل نفس الحكاية دي هنا يبقى مش كل دلة كسرية علشان كده انا باخد المقام وافضله وبص عليه هنا انا كده بصت بعيني كده لقيت ان المقام اللي انا هفضه ده مش ممكن يوصل ابدا للبسط لان دي جا ودي جا تكعيب ودي جا ودي جا تكعيب مش ممكن يوصل في الحالة دي اتنا هفض هفكر احلل فانا دلوقتي هحلل هقوله ايه هفتح كده قوس صغير وقوس كبير الجا تكعيب والجا تكعيب يبقى هنا جا سين زائد جا تسين ده القوس الايه الصغير وبعدين هربع الجا تربيع سين هغير الاشارة ناقص جا سين جا تسين هربع تاني جا تربيع سين على جا سين زائد جا ايه سين في الحالة دي ممكن اشطب ده معده يبقى انا كده طيرت البسط والمقام بتوعي بقت المسألة بسط بس طيب انا عندي كمان جا تربيع زائد جا تربيع بكام بواحد يبقى اقول له واحد ناقص جا سين جا تسين دلت سين يلا نكامل بقى جا سين جا تسين ممكن يا سيدس خالد نكتبها اللي هي نصف جا تنين سين تمام ده دي طريقة وممكن كمان يا مستر نخليها دلت تفضلها ممكن نخليها دلت تفضلها أسهل نقسم بقى نقسم يبقى نقول له ايه تكامل الواحد بسين ونيجي نقول له الجا سين تفضلها جا يعني هتبر الجا هي الدلت والجا هي تفضلها اهو يبقى انا هزود الدلت واحد واقس مع القص الجديد واللي قاله الأستاذ مهر هيوصلنا النفس الناتج فهديني جاسين لكل تربية على اتنين زائد ثابت يبقى المسألة فعلا لما بسط لها دلة كسرية ولم لقيت ان البسط مش تفاضل المقام يبقى لازم نلجأ ولجأ للتحليل عشان احل ناخد مسألة كمان تكامل سين قص خمسة سين بس للجزر الخامس لستة على سين قص اربعة زائد ثلاثة على سين قص خمسة دلت سين سين بس انت عارف طبعا لما السين تخش جوه الجزر تاخد دليل الجزر يعني السين دي اللي انا بقولك عليها سين لما تخش جوه تبقى سين قص خمسة يبقى انا في الحالة دي هقوله هدخل السين جوه فهيبقى الجزر الخامس لستة على سين قص اربعة في سين قص خمسة ودخلها هنا كمان تلاتة على سين قص خمسة في سين قص خمسة انا دخلت السين يا استاذ ماهر جوه الجزر وضربتها في الحد الاول الخامس لسين قص خمسة بسين اه وفي الحالة دية انا باخد السين لما دخلها جوه بتبقى سين قص كام خمسة طب تعالى بقى نختصر السين قص اربعة هتروح مع السين قص خمسة يبقى سين فيبقى تكامل ستة سين والسين قص خمسة هنا هتروح مع السين قص خمسة هنا حيبقى كام تلاتة دلت سين الله ده دي عبارة عن دلة من الدرجة الاولى بس انا بدلا ما هخليها جزر هخليها قص ايه نص يعني انا ممكن اعملها تكامل ستة سين زائل تلاتة الكل قص كام خمسة قص خمسة لانها جزر خمس لدلت سين دلة من الدرجة الاولى السين فيها قص واحد يبقى بزود القص واحد واقسم على القص جديد وده فايدة بقى المراجعة اللي احنا رجعناها في الاول على قواعد التكامل اللي احنا قلنا عليها بتاعت سنة دان هزود القص واحد يعني كأنه هجمع خمسة على خمسة فتبقى عبارة عن ستة سين زائد تلاتة الكل قص ستة على كام على خمسة على ستة على خمسة مقام المقام يطلع بسط يتحط هنا زائد سابت يعني بدل ما اقوله على ستة على خمسة اكتب الستة بتاعت البسط واجب المقام اطلعه فوق تبقى خمسة على ستة زائد ايه سابت مسألة برضو من المسائل المهمة ان انا بدخل ونقسم على معامل برضو السين ونقسم كمان على معامل السين اللي هو ستة يعني ستة كمان يبقى هتبقى ستة وتلاتين فهتبقى خمسة في ستة سين زائد تلاتة الكل قص ستة على خمسة على ستة وتلاتين زائد سات تمام ماشا يا ستسغاني في مسألة حلوة برضو تكامل الجزر واحد زائد جزر سين على سين ده اللي تسين المسألة دي قدام شوية هناخدها مصطر بالتعويض لكن النهاردة هناخدها بدرسنا الطبيعي هعمل ايه بقى هاجا اقول له ان ها اقسم الجزرين الجزر ده لجزرين هقول له كده تكامل جزر واحد زائد جزر سين على جزر سين ده اللي تسين مظبوط الكلام كده نا تمام وبعدين هاجا اقول له تكامل واحد زائد جزر سين لكل قص نص في واحد على جزر سين ده اللي تسين بصوا للقوص ده جزر سين طب تفضلوا ايه واحد على اتنين الجزر انا محتاج هنا اتنين يبقى طلع اتنين برا يبقى ده قوصة هو دلة هي دي دلة ودي مشتقطها مشتقط الدلة يبقى انا في الحالة دي انا بعدت خالص عن ان انا اعوض بالتعويض واحل بالتعويض لا ده انا هروح تعمل ايه القوص واحد زائد جزر سين كل قص نص ودي تفضلها يبقى دي دلة ودي تفضلها هنعمل ايه بقى هنزود القص واحد ونقسم على القص جديد بس ما ننساش ان انا معايا اتنين هنا يبقى واحد زائد جزر سين وزود القص واحد يبقى ثلاثة على اتنين على ثلاثة على اتنين تبقى هنا اربعة زائد ايه سبت ناخد مثال كمان تكامل زاطة تكعيب دلة سين زاطة تكعيب انا خدت زاطة تربيع خدنا تكامل الزاطة يا مستر وعملناها جد على ايه طيب هنا زاطة تكعيب هنعمل فيها ايه فهنيجي نقوله هنعملها زاطة تربيع في زاطة يبقى هنقوله تكامل زاطة تربيع سين في زاطة سين دلة سين طيب الزاطة تربيع افكرك بيها احنا واخدين واحد زائد زاطة تربيع سين بتسوي قاطة تربيع سين صح كده واخدينها من ضمن العلاقات اللي واخدينها من سنة اولى سنة يبقى انا ممكن اشيل الزاطة تربيع دي واكتبها قاطة تربيع ناقص واحد يبقى هقوله كده قاطة تربيع سين ناقص واحد في زاطة سين دلت سين وخش بقى اضرب الاولى واضرب التانية يبقى في الحالة ديت هقول له تكامل قطة تربيع سين زطا سين ناقص زطا سين دلت سين قطة تربيع سين دي تفاضل الزطا صح كده والزطا نفسها ممكن أفكها جتة على جاء وكاملها يبقى علي نقول له ايه بس أنا محتاج ايه أكتب الزطا قبل القطة وحط إشارة سالب يبقى أنا علشان أحط إشارة سالب حضرة بالمسألة كلها في سالب يبقى أحط سالب هنا وهنا سالب ودي تبقى ايه موجب يبقى أنا دربت هنا سالب جوة وسالب برا سالب في السالب يبقى ايه موجب يبقى أنا ما عملتش حاجة يبقى أنا عندي بقى ايه هعمل ايه هقول له الدلة الزطا إنما تفاضلها قطة تربيع السالب هيبقى جنب القطة معايا كده يبقى الزطى سين الكل أس 2 على 2 الدلة هي الزطى تفضلها سالب قطة تربيع يبقى هزوت الدلة 2 وقس مع الأس الزطى جت على جاء يبقى لغارتن جاسين للأساس هي زائد سابت يبقى مقياس جاسين يبقى مقياس جاسين زائد ايه أحط سالب يسبق المسألة كلها لأن احنا ضربنا في سالب في المسألة كلها ناخد مسائل بقى بتخص اللغارتما شوية أول مسألة بتقول تكامل 1 زائد لغارتن سين للأساس هي الكل تربيع على سين دلت سين فلو هحب هعدل المسألة دي هقوله تكامل 1 زائد لغارتن سين للأساس هي الكل تربيع في 1 على سين السين اللي في المقام دي هخليها 1 على سين دلت سين طب بتعمل كده ليه يا مستر نقوله أنا هاعتبر أني دي دلة وتي أتعلم فضلها تفاضل الواحد بصفر تفاضل اللغارتن بواحد على سين يبقى دا الدلة وده مش تقطتها يبقى دا الدلة هي ودل ايه التفاضل بتاعها تاني بعيد الكلام أنا كاتل مسألة كسرية فأنا رحت مطلع السين دي خليتها ايه 1 على سين وقلت له بقى ايه دي دلة هي قصة 2 ولما حب أفاضل الدلة دية التفاضل بتاع الواحد بصفر وتفاضل اللغارت 1 على سين في الحالة دية نقوله ايه يبقى التكامل أزود القصة 1 للدلة وأقسم على القصة الجديدة فيبقى 1 زائد لغارتن سين للأساس هي الكل قصة 3 على 3 زائد ثابت تكامل 2 سين زائد سين زائد واحد لكل تربيع دلت سين يا مستر المسألة دي جات لنا الحلقة اللي فاتت وحضرتك اقترحت اقترح انا هحله بالاقترح اللي حضرتك اقترحت المراضي انا حلته بطريقة واحنا هنحل المراضي بطريقة ايه تاني اللي هي ايه بقى احنا هنطلع المقام فوق وهنفرد هنزود واحد والنقص ايه واحد معايا كده الاول نطلع الاتنين برا لانه السابت برا ودي السين وهنا سين زائد واحد الكل قصة لبتنين دلت ايه سين طيب احنا اللعبة دي كنا بنلعبها في سنة تانية سنوي اي اي سين برا قص ازود عليه زي القص فالقص هنا سين زائد واحد فقوله اتنين اهيه سين زائد واحد ناقص واحد كياني ما عملتش حاجة في سين زائد واحد الكل قسال باتنين دلت سين في الحالة دي اخش اضربها مرة هنا واضربها مرة على الواحد نكمل في الصفحة التانية عشان تشوف احنا هنعمل ايه تاني هنا اتنين في تكامل سين زائد واحد ناقص واحد اهو في سين زائد واحد الكل قسال باتنين دلت سين هخش اضرب القص ده هنا على سين زائد واحد يبقى سين زائد واحد الكل قسال باتنين لما يضرب في سين زائد واحد متبقى سين اهو هتبقى سين زائد واحد كل قسل بواحد يبقى سين زائد واحد الكل قسل بواحد ناقص هضربها في الواحد هتبقى عبارة عن سين زائد واحد الكل قسل باتنين دلت سين كل ده بالنسبة لدلت سين هنا بقى ممكن نقوله ايه دي عبارة عن اتنين تكامل واحد على سين زائد واحد صح كده ناقص ديت عبارة عن سين ناقص واحد زائد واحد الكل قسل باتنين دلت سين دي البسط تفاضل المقام يبقى هتساوي لغارت من مقياس سين زائد واحد بس اللي اتنين هتخش معاه للأساس هي دي الدلة خطية معايا يا مستر يبقى هنزود القس واحد ونقسم على القس الجديد لما زود سالب اتنين واحد هتبقى عبارة عن سين زائد واحد الكل قس سالب واحد على سالب واحد اللي هخليها هنا واحد زائد سالب يبقى بقت ايه وحدة لغارت وحدة مقدار قس سالب كام قس سالب واحد احنا حبينا نحلها بطريقة تانية اللي هو حضرتك اقترحتها علشان يبقى نطالب معاه الحلين الحلقة الاولينية حلناها بطريقة زودنا اتنين ونقصنا اتنين والحلقة ديه بنزود واحد ونقص واحد عشان نقوله نفس الطريقة بتطلع نفس بتحلق اكتر من طريقة وبتطلع نفس الايه الناتج نفكر الطلبة بتاعتنا بقاعدة مهمة بنستخدمها كتير في المسائل اللي هي ايه يا مستر صاد بتساوي الف لغارتمي للأساس الف لسين لما يبقى دلة قصية وفوق منها قص لنفس العدد يبقى اذا صاد بتساوي سين مهمة جدا مهمة القاعدة دي نقولها تانية عشان خطر برضو نفهمها لو مثلا عيل بتساوي هيه للغارتمي للأساس هيه لمين اول ما لقي الاساس هيه وفوق منه قص للغارتمي للنفس الاساس يبقى استنتج على طول ان العين هتساوي الايه بالمين طب انا بستخدم ايه في القاعدة دي بص كده بقى المسألة اللي جايالك الف قص تلاتة لغارتمي للأساس الف سين دلت سين ها اول حاجة هطلع التلاتة جوه لان من حق التلاتة دي تخش هنا كده من قواعد الايه اللغارتمات في الحالة دي هتبقى تكامل الف لغارتمي للأساس الف سين تكعيب دلت سين وطالما هنا الاساس الف واللغارتمي للأساس الف ممكن يروحوا مع بعض وتبقى المسألة سين تكعيب دلت سين تبقى مسألة عادية جدا يبقى المسألة الاول كان فيها اساس الف ولغارتمي جوه فوق وكلام من ده بناءا على القاعدة اللي احنا كتبناها في الاول ديت بناءا على القاعدة اللي احنا كتبناها في الاول شلنا ده مع ده وبقت سين تكعيب دلت سين وفي الحالة ديت لما نحب نكملها هيبقى سين قصة 4 على 4 زائد سابت احب فقر ابنائي تاني بالقاعدة دي لانها بتستخدم كتير صاد بتساوي الف قصة لغارتم سين ليه الاساس الف لنفس الاساس على طول بقوله يبقى الصاد بتساوي السين الصاد بتساوي ايه سين واحنا خدناها مرة بالصاد وخدناها مرة بالعين علشان نوضح ان الحاجة اللي برة هنا بتساوي القلب بتاع اللغارتم ما زلنا برضو بنتابع مسائل تكامل فيها لغارتمات اهو واحد زائد لغارتم سين للأساس هي بس جزر على سين دلت سين على طول انا لما بلاقي السين في المقام لوحدها انا ممكن اقوم عامل كده اقوله واحد زائد لغارتم سين للأساس هي الكل قص نص في واحد على سين دلت سين انا ما عملتش في السين حاجة انا بس خليتها واحد على سين واللي عملته ان الجزر بدل ما يبقى جزر كده خليته قص نص طب ليه نقوله انا هعتبر ان دلنا طب مال فين تفاضلها نقوله تفاضل الواحد بصف وتفاضل لغارتم سين بواحد ايه على سين خلي بالك تفاضل لغارتم سين للأساس هيه بواحد على سين انما لو أساس تاني لا يبقى فيه ايه لغارتم تحت في المقام لغارتم آلف للأساس هيه هناما هنا للأساس هيه فبنقوله واحد على ايه سين اصبح دي دلنا ودي تفاضلها لما يبقى دلنا في تفاضلها بزود القص واحد للدلنا واقسم على القص جديد فبيتساوي واحد زائد لغارتم سين للأساس هيه الكل قص تلاتة على تنين على تلاتة على تنين زائد سات يبقى في الحالة دي احنا غطينا مسائل اللي فيها اللغارتمات يا أستاذ ماهر علشان خاطر الطالب باش متخوف من المسائل اللي فيها لغارتمات دي في مسائل بتكلمني على ميل المماس وعايز معادلة المنحنة تكامل تكامل على طول لكن لو اداني معادلة المنحنة وعايز ميل المماس يبقى تفاضل يبقى لازم تاخد بالك من القعدة دي اذا داك في المسألة المنحنة معادلة المنحنة وطالب ميل المماس يبقى انا هاشتق زي ما الأستاذ ماهر قال طب اداني بقى هالمرة دي ميل المماس قال لي ميل المماس بيسوي كذا وانا عايز معادلة المنحنة يبقى في الحالة دي انا هعمل ايه تكامل يعني الطفاء دول هو المشتقة العكسية اللي عملية التكامل والعكس صحيح تمام هو هنا بالمسألة بيقول له نحب نقراها سوا مع بعض اذا كان ميل المماس للمنحنة الدل عند اي نقطة عليه سين وصاد يساوي سبعة مقصة اتنين هيه قس سين وكان دلت لغارة متنين للأساس هيه بتساوي ثلاثة اوجد دلت سين اوجد دلت سين تاني نحب نقراها مع بعض اذا كان ميل المماس للمنحنة الدل عند اي نقطة عليه سين وصاد يعني مديني ميل المماس مديني معادلة ميل المماس سبعة مقصة اتنين هيه قس سين وكان ومديني نقطة النقطة دي بيقول لي دلت لغارة متنين للأساس هيه دي يعني دي السين بتساوي ثلاثة يعني دي الايه الصاد اوجد دلت سين يعني اوجد معادلة الايه المنحنة فاحنا بنيجي نقول له ايه ميل المماس دل هو دلت صاد على دلت سين بتساوي سبعة مقصة اتنين هيه قس سين واعمل عملية فصل متغيرات او ان انا اضرب طرفين في وسطين يبقى قول له يبقى دلت صاد بتساوي سبعة مقصة اتنين هيه قس سين دلت سين واعمل بقى تكامل دي متكامل طبعا تكامل دلت صاد بصاد تكامل السبعة بسبعة سين تكامل الهيه سين واخدمها اول قاعدة في الدلة القسية تكامل الهيه سين هيه سين يبقى بتساوي اتنين هيه سين زائد سابت الله ده انا كده تقريبا وصلت لمعادلة المنحنة يا مصطر بس فاضلي اعرف ازاي اجيب الايه السابت يبقى هنعوض بالنقطة اللي هو مدهالي هنعوض بالنقطة اللي هو مدهالي هعوض مكان السين بلغاريتم اتنين للأساس هيه وعوض مكان الصاد بكام بتلات اهو الصاد حط مكانها تلاتة وهنا يبقى سبعة هنا لغاريتم اتنين للأساس هيه ناقص اتنين هيه في لغاريتم اتنين للأساس هيه نفس القاعدة جاءت تانية مصطر اه يبقى اتنين في اتنين يبقى زائد ايه سابت نفس القاعدة هو ياولاد الاساس هيه وقص لغاريتم للأساس هيه يبقى كل ده بيتشطب ويتشطب مكانها كام اتنين يبقى ده تلاتة بتساوي سبعة لغاريتم اتنين للأساس هيه ناقص اتنين في اتنين باربعة زائد ايه سابت وودي الاربعة الناحية التانية بإشارة مخلفة بإشارة مخلفة هي بالسالب هتروح الناحية التانية بالموجب هتبقى سبعة تلاتة زائد اربعة سبعة ناقص سبعة لغاريتم اتنين للأساس هيه بيساوي ايه سات انا كده حصلت على السابت بس احنا محتاجين نضبطه شوية السابت سبعة ناقص سبعة لغاريتم اتنين للأساس هيه ااخد سبعة مشترك ااخد سبعة مشترك هنخليها قدامنا بس لحظة هه سبعة ناقص سبعة لغاريتم اتنين للأساس هيه بيساوي السابت ااخد سبعة مشترك زي ما قال لأستاذ ماهر هيبقى واحد ناقص لغاريتم اتنين للأساس هيه بيساوي السابت ايه رأيك يا أستاذ ماهر لو كتبنا الواحد ده لغاريتم هيه للأساس هي يبقى سبعة ايه بواحد يبقى لغاريتم هيه للأساس هيه ناقص لغاريتم اتنين للأساس هيه بتساوي برضو السابت أنا كل ده بعدل في السابت طيب دي عملية طرح بيبقى اسمه يبقى سبعة لغارت هه على تنين للأساس هه بتساوي السابت كده دي آخر صورة ممكن أحصل عليها للسابت وفي الحالة دي هتبقى معدلة المنحنة صاد بتساوي سبعة سين نقص تنين هه أساسين زائد السابت بدل مكتبه السابت بقى أقوله زائد سبعة لغارت هه على تنين للأساس هه يبقى أنا في الحالة دي احنا أخدنا مسألة بتعبر إزاي نحول من معدلة ميل المماس لو عارفت ميل المماس بجيب معدلة المنحنة لو عارفت ميل العمودي برضو ممكن أجيب معدلة المنحنة في مسألة كمان بس هي مسألة بقى حلوة شوية لأنها فيها متغيرين هكتبها معاك مثال بيقوله إيه منحنة ميل المماس عند أي نقطة يساوي ألف قطى تربيع سين حيث الألف سابت وإذا كان المنحنة يمر بالنقطة باي على أربعة وخمسة وثلاثة باي على أربعة وواحد اوجد معادلة المنحنة المنحنة مسألة بكتبها تانية المسألة بكتبها تانية منحنة ميل المماس عند أي نقطة بيساوي بيداني ميل المماس أول ما يديني ميل المماس صاد على دلة سين بتساوي ألف قطى تربيع سين هنعمل فصل المتغيرات يبقى دلة صاد بتساوي ألف قطى تربيع سين دلة سين هكامل يبقى هعمل هنا علامة تكامل وهعمل هنا علامة تكامل تكامل ده اللي تصاد بساط طب تكامل القطى تربيع بسالب زطى سين من ضمن الحاجات اللي احنا اخدناها النهاردة وهي حاجات بقى مقررة عليك في سنة تالتة بقى مش في سنة تانية يبقى هنقول له سالب ألف زطى سين زائد سابت هي دي المعادلة بس المعادلة دي فيها مجهولين مجهول ألف ومجهول الايه السابق طب ازاي يجيب المجهولين دول هعوض بالنقطتين اللي معايا مرة اعوض بالسين باي على اربعة والصات بخمسة النقطة اسمها باي على اربعة وخمسة يا مستر ومرة اعوض بالنقطة بالسين تلاتة باي على اربعة تلاتة باي على اربعة وكام وواحد يلا نعوض بقى عشان نعمل معادلتين مع بعض لو عوضنا بالصات بخمسة والسين باي على اربعة زطى باي على اربعة بواحد هتساوي سالب ألف زائد إيه سابت ودي تبقى المعادلة الإيه الأولى لو عوضنا بتلاتة باية على أربعة هيبقى الصد بواحد يبقى أنا أحط هنا واحد وهنا الزطة تلاتة باية على أربعة بسالب واحد في سالب ألف تبقى تديني ألف زائد إيه سابت ودي معادلة رقم اثنين بالجمع هجمع المعادلتين سوا مع بعض السالب ألف هتروح مع الألف وخمسة وواحد يبقى ستة بتساوي اتنين سه اذا السه بتساوي كام السابت يطلع بكام بتلاتة نرجع نعود في تاني معادلة زي ما الأستاذ ماهر قال يبقى واحد بتساوي تلاتة السه بتلاتة زائد ألف انا شلت السه وحطت مكانها تلاتة ووديها الناحية التانية يبقى الألف تطلع بسالي بكام اتنين ارجع حط دول بقى في المعادلة ما انت خلي بالك المعادلة معاك هي المعادلة بس احنا عامل عليها اكس هنا واكس هنا علشان اقول لك ايه ما تنفعش المعادلة بالمجايل لازم تبقى بالايه بالمعلومة اعوض عن قيمة الف وسه اعوض عن قيمة الف وسه هيبقى الصاد هتساوي الف بسالب وهنا فيه سالب يبقى تنين زطا سين السه بكام بتلاتة يبقى معادلة المنحنة صاد بتساوي تنين زطا سين زائد تلاتة اسألة جميلة علشان خاطر فيها مجهولين وقدرنا نجيب المجهولين هناخد فاصل قصير اعزائي الطالب هناخد فاصل قصير ونستكمل هنا تكامل الدوال للأسية نركز مع بعض واحنا برضو اللي عايز يسأل على أي سؤال احنا في انتظاركم وهنا لقاء بعد الفاصل اعزائي طلبة الصف التالي السنوية اهلا بكم مرة اخرى في برنامجكم مدرسة على الهواء النهاردة احنا كنا شغالين في القبل الفاصل بنتكلم على تكامل الدوال للأسية شفنا مجموعة كبيرة من الافكار والقينا كل الافكار دي بتعتمد على قوانين خدناها في سنة تانية وفي قولة سنوي نقطة مهمة جدا مفيش حاجة رياضة مرتبطة مفيش جزء ما بتتجزأش وستاذ خالد اعرض لنا مجموعة كبيرة من الافكار برضو هنستكمل مع بعض ونشوف برضو نظام ورقة الامتحان طبعا ورقة الامتحان هتيبقى فيه اختيار من المتعدد في ورقة البوكلت فطبعا هنشوف كم مسألة كده على الاختيار من المتعدد ونستكمل مع بعض اسئلة المقال ونرحب مرة تانية مع نستاذ خالد هنرجع تاني بقى ندرب اولادنا على مسائل البوكلت والمسائل الموضوعية بس برضو زي ما حضرتك قلت احنا لازم نحلها يعني ما نفعش ان انا اختار كده من عندي فمعنا مسألة هنا كده بيقوله تكامل هيه استسالي بسين ناقص واحد على هيه استسالي بسين زائد سين ده اللي تسين ومديني اختيارات الف وبه وجيم ودالك فده بسط ومقام انا همسك المقام افضله واشوف ايه اللي ممكن يحصل في المسألة فانا معايا مسألة هيه فنقوله المقام الحل المقام عبارة عن هيه استسالي بسين زائد سين نفاضل بقى تفاضل المقام هيه استسالي بسين افاضلها برضو بهيه استسالي بسين في سلب ايه واحد تفاضل السين بواحد يعني المسألة كلها هتبقى سالب هيه استسالي بسين زائد واحد الله ده البسط مش كده خالص يا مستر نقوله طب ايه رأيك لو ضربت في سالب في البسط لو ضربت في سالب في البسط وضربت في سالب بره مش هيبقى في مشكلة مش هيبقى في مشكلة فهيبقى نقوله سالب تكامل ديت هتبقى سالب هيه استسالي بسين وسالب في سالب بواحد على هيه استسالي بسين زائد سين ده اللي سين يبقى فعلا البسط تفاضل المقام علشان كده ياولدنا احنا بنقول ايه ده لازم اول احضر التفاضل بتاع المقام قدام عيني علشان هشوف لو في حاجة نقصة ازبطها الاول بعد كده نقوله ده البسط تفاضل المقام هقوله يبقى بتساوي لغارتن بس في سالب لغارتن هيه واستسالب سين زائد سين زائد سابت تعال نشوف كده بقى الاختيارات للمسألة اول واحدة سالب لغارتن هيه واستسالب سين برضو مش بتاعتنا المسألة الصح بقى اللي فيها دال سالب لغارتن هيه وطبعا لازم تبقى جوه ايه اللي هو المقياس هلو محمد هلو هلو زكي محمد اخبارك ايه محمد الحمد لله متابعنا يا محمد اه ايه رأيك في الافكار والمسألة اللي بنعرضها لك دي يا محمد الحمد لله الجميلة والله يستبقى كل حالة والله طيب الهم حاجة تهمة وتطبع عليها يعني مش تشوفنا وما تطبعش ضروري تطبع المسألة دي عندك سؤال يا محمد ولا عايز تتفسر عن حاجة معرفة عندي مسألة تان بس اكمل ومسألة مقام طيب ماللينا الاكمل يا محمد مثل معدل تغير ميل المماس معدل تغير ميل المماس اه اه للدالة دالسين بيساوي اثنين سين تكعيب هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ميل المماس المشتقة الاولى يا محمد. معدل تغير ميل المماس يعني المشتقة التانية. يعني كأنك انت هتفاضل مرتين للدلة دي. هنكمل مرتين الدلة. اه. 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 او عايز معدل المماس. طيب ما اللين يا محمد التاني. اه. نقول دال اثنيا على دال اثنيا. اثنيا محمد ايه تاني? دال اثنيا على دال عقل السين اتنيا ايوان. ايوان. اه. ايه. افتح كوات. ام. اه. اه. اجاد اسر باع السين. جاد سربعة سين. اه. اه جاد سربعة سين. يعني دال اتنين على دال سين تربية اللي جاد اسر باع سين زائد? اه. زائد? نا. مضربة افكوات ايه. اه. جاد سربعة سين اتنين مشتقة تانية. طيب انا انا معاك. بص يا محمد. دال على دلسين تربية. فتحت خوس وكتبت جتا والسربعة سين الجتا والسربعة على دهلسين تربيع جتى اسر باعة سين زائد جاui سين ماشي يا محمد ايه تاني؟ اا بيقول صاد ساوي صاد بيساوي التحقوس اسين زائد جزر التربيعي لواحد زائد سين تربيع سين زائد الجزر التربيعي لواحد زائد سين تربيع هم قص خمسة قص خمسة واح انتظر ان تخلق اه ما اريد ان تفوح واحد باكد ان اثبت انه واحد زائد سين تربية واحد زائد سين تربية ام ايوان بن قسين صات شرطتين صات شرطتين ايو زائد سين صات شرطة سين صات شرطة ايو! نقص 25 صاد بيسوي صف. ايه تاني يا محمد بس كده محمد? ايو كده. شايفك طبعا الاسئلة على الشاشة هنبدأ نحلها لك مساءل سهلة جدا يا محمد دي. انت متمكن يا محمد. اول واحدة طالب معدل تغير ميل المناسي. يعني هاشتق مرتين يا محمد. اه هاشتق مرتين وعود عن السين بتلاتة. بتلاتة. دي سهلة. نحل الاولى دي. دل سين بتساوي كميل سين تكعيم. دلت سين بتسوي 2 سين تكعيب يبقى دلت شرطة سين بتسوي 6 سين تربيع ده كده كان لنجبت المماس ميل المماس المشتقة الاولى اللي هي ميل المماس طبعا عايز بقى معدل تغيرها يبقى دلت شرطة 2 سين حتسوي 12 سين وهو بيقول لي عنده سين بتسوي 3 يبقى نقول له عنده سين تسوي 3 يبقى دلت شرطتين سين بتسوي 12 في 3 ب36 دي اول حاجة يبقى ده اول حل اللي احنا بنقول عنه عايزين بقى المشتقة التانية اللي جتا السربعة زائد جاء السربعة لسين يعني نفضلها مرة ونفضلها تمان مرة بس بالنسبة لسين فما فيهاش مشكلة دي يعني هنقول له مثلا أنا هفتكر ان صاد بتساوي اه اسميها كده صاد بتساوي جتا السربعة سين زائد جاء السربعة سين واشتقها مرتين اه اشتقى الاشتقاك الاولاني بيبقى صاد شرطة بتساوي اربعة جتا سين قصة ثلاثة في سالب جا سين زائد اربعة جا سين قصة ثلاثة في جتا سين هيجيب الاشتقاك التاني احاول ااخد عامل مشترك وبصة اه احاول ااخد عامل مشترك اللي هو جا جتا جا جتا اربعة جا بيبقى صاد شرطة بيساوي اربعة جتا سين جا سين هيبقى لي هنا جتا تربيع سين بالناقص زائد جا تربيع سين اللي هو جتا 2 سين بالضبط دي اللي هي جتا 2 سين والحتة الاولى برضو هنا يا سيد خير جتا 2 سين تمام يبقى صاد شرطة بتساوي 2 في 2 جا سين جتا سين مضروبة في جتا 2 سين مظبوط الكلام كده يبقى صاد شرطة هتساوي 2 جا 2 سين جتا 2 سين كلها على بعض كده بجا 4 سين دي جا 4 سين اه دي بجا 4 سين اشتق جا 4 سين اشتق دي تيبقى صاد شرطتين هتساوي جتا 4 سين فاربعة مشتقت ايه يعني العام المشترك نفعنا ان احنا ايه بسط المسألة بسط المسألة يبقى احنا سمينا الدلة اسمها صاد وقالنا له صاد بتساوي جتا 4 سين زائد جا 4 سين معايا يا محمد بركز شوف معانا احنا بنحل ازاي وبص على الشاشة هتلاقي المسائل سهلة مفاش وشاكل اه وبعدين فضلناها اول مرة وخدنا عام المشترك كان هنا في الحديد بصت المسألة بصت المسألة العام المشترك كان اربعة جتا سين جا سين ولقنا جوه القص سالب جتا تربيع سين زائد جا سين اللي احنا حفزنها قبل كده اللي هي اه ماشي نشوف بقى المسألة الاخيرة برضو هنا هاشتق اول اشتقاق وعوض عن قيم الصاد هنشتق اول اشتقاق يبقى هكتب المسألة الاول صاد بتساوي سين زائد جزر واحد زائد سين تربيع الكل قص خمسة اشتق القص واشتق ما بداخل القص يبقى صاد شرطة بتساوي خمسة في سين زائد جزر واحد زائد سين تربيع الكل قص اربعة في تفاضل السين بواحد تفاضل الجزر واحد على اتنين الجزر واحد زائد سين تربيع في مشتقط ما داخل الجزر اتنين سين طارد دي معادي اه هواحد المقامات هنا استاذ خالد بتاعت القص التاني اه تمام صاد شرطة بتساوي خمسة في سين زائد جزر واحد زائد سين تربيع لكل أستربعة هواحد المقامات هنا هيبقى جزر واحد زائد سين تربيع وهنا جزر واحد زائد سين تربيع زائد سين بقى البسط كله يديني صاد حصل ضرب البسط في بعضه يديني صاد يبقى خمسة صاد يبقى صاد شرطة بتسوي خمسة صاد على الجزر اللي هو واحد زائد سين تربيع بضرب طرفي المعادلة في واحد جزر سين تربيع واشتق طلعت مسائلتي تمام يبقى جزر واحد زائد سين تربيع سات شرطة بتساوي خمسة سات ونشتاق تاني بقت مسألة سهلة بقت مسألة سهلة نكمل لا خلاص كده هو طبعا محمد حالي بالطريقة لأنها كده خلصت لأنه هو طبعا هيحل المسألة هيليها مباشرة احنا وصلنا له لأشكل طريقة لا خلاص أسهل طريقة ماشي يا صفخان نكمل بقى مسألة مسألة تاني بقى برضو عن نظام البوكلت ونظام المسائل الموضوعية معايا كده بيقوله إذا كان تكامل جاء أس ستة سين على جاتة أس ثمانية سين دلت سين ومديده اختيارات ألف زا سبعة سين زائد ثابت ده سبع زا سبعة سين قسة سبعة سين يعني زائد ثابت زائد جيم زائد دال فاحنا عايزين نحلل المسألة الأول فانيجي نقوله إيه بقى التكامل هو جاء أس ستة سين جاء أس ثمانية سين جاتة أس ثمانية دي نحن خليها جاتة أس ستة سين في واحد على جاتة تربع سين دلت سين معايا مستر ماهر يعني أنا عندي الجا قس ستة خدت معاها جاة قس ستة عشان يبقى يعملوا مع بعض ايه زا قس ستة يبقى تكامل زا سين الكل قس ستة في قا تربيع سين دلت سين كده بقت دي تدلت ودي تفاضلها مش تقتها مش تقتها لأن تفاضل الزا بقا تربيع يبقى في الحالة دية هزود القس واحد واقسم على القس الجديد هتبقى زا سين الكل قس سبعة على سبعة زائد سابت مسألة سهلة مسألة سهلة والاختيار هنا هيبقى كام بقا هتبقى جيم اللي هو جيم سبع في زا سبعة سين زائد سابت اللي هي به صح كده هتبقى بص كده لاختيارات اللي معانا سبع في زا سبع في زا سبعة سين زائد سابت اللي هي الاختيار به اللي هي به تمام نخش بقى على مسائل المقال نخش بقى على مسائل المقال هنا مديني تكامل هه أساسين زائد واحد على هه أساسين لكل تربيع دلتين يا مثال رقم عشرة مكون من جزئين ألفوا به تكامل هه أساسين يعني ده مربع كامل هنفكه يا مستر نيجي نقوله الحل مربع الأول تكامل زي مهية هه أساسين مربع الأول في الثنين الأول في الثانية بزائد اتنين زائد اتنين هه أساسين في واحد على هه أساسين راحوا مع بعض يبقى زائد اتنين زائد هه أساسين طلعتها فوق يا مستر دلت سين نكامل كل واحدة بقى تكامل هه أساسين احنا واخدناها في أول الحصة هه أساسين على اتنين على اتنين تبقى هه أساسين على اتنين تكامل اتنين باتنين سين تكامل ديت هتبقى عبارة عن هيه والسالب 2 سين على سالب 2 زائد سالب مسألة سهلة جدا وإحنا حاولنا نحلها في نفس الورقة علشان تبقى معايا في المسألة طيب المسألة اللي هنا برضو بيقول تكامل هيه والسجازر سين على جازر سين ده اللي تسين فأنا هعمل أقول له الحل هيه والسجازر سين يطرى تفاضل الجزر ده إيه واحد على اثنين الجزر في تفاضل مداخل الجزر طيب مانا معايا واحد على الجزر هو موجودة طيب أنا هحط له هنا اثنين واضرب برا فين في اثنين يبقى كان لما عملتش حاجة يبقى دي دالة هيه قس جازر سين في تفاضل القس دالة سين في الحالة ديت هتبقى بتساوي هيه قس جازر سين زائد ايه سابق يبقى المسألة هنا ممكن الجزر يخوف الطالب بس احنا بقى بنقوله ايه هيه قس جازر سين دي دالة طيب أنا عايز تفاضلها هتلاقيتها واحد على جزر سين بس ضربتها في اتنين اي حاجة انت عايز تعملها لازم تبقى ايه تحطب حص بسطم ومقاما علشان تروح في الحالة دية الناتج هيبقى اتنين هي قص جزر سين زائد سات المسألة اللي جاية اللي هي التكامل ده فيها ثلاث انواع من انواع التكامل تكامل العالي اللي احنا بتاع سنة تانية وتكامل الدلة القصية وتكامل الواحد على سين اللي هي بتاع كأنه بيدربك بقى على التلات حاجات مع بعض فهو بيقوله هنا حل ليلي دي فتكامل سين قص ستة زائد خمسة هي قص سين زائد واحد على سين دلت سين امسك واحدة واحدة بقى تكامل سين قص ستة يعني سين قص سابعة ازود القص واحد واقسم على القص الايه الجديد زائد الخمسة ده ثابت منيش دعوة بيه هي قص سين تكاملها هي قص سين فتبقى خمسة هي قص سين تكامل الواحد على سين بسطو تفاضل المقام بلغة رتم من قياس سين للأساس هي زائد ايه مسألة تدريبية الغرب تبقى انت عارف كل واحدة بتتحل ازاي المسألة هنا بيقول له تكامل اتنين هي على سين خلي بالك دي مش دلة قصية دي دلة عادية زائد سين على هي برضو دي مش دلة قصية يعني مش كل ما تشوف هي تفتكرها دلة ايه قصية يبقى تعالى ناخدها حتة حتة تكامل اتنين هي على سين دلة سين زائد تكامل سين على هي دلة سين انا خدت الاولانية بالتكامل بتاعها بالدلة سين بتاعتها وخدت التانية بالتكامل بتاعها طيب الاتنين هي ده ثابت اطلعه برا تكامل واحد على ايه سين دلة سين والواحد على هي برضو هنا ثابت تكامل سين دلة سين يبقى انا كده الهي خرقتها برا لايه الموضوع طيب تكامل الواحد على سين يبقى اتنين هي لغارة سين للأساس هي تكامل السين ده عادي خالص بسين تربيع يبقى واحد على هي في سين تربيع على الاتنين زائد ثابت يبقى احنا عايزين نجيب لك مسألة نقول لك فيها مش كل ما تشوف هي تفتكرها دلة قصية الدلة القصية لازم يبقى للأساس هي والمتغير هو السين ناخد مسألة كمان تكامل جت هه والسين في هه والسين ده اللي تسين ده جت يا مستر في في تفاضل الزاوية بتاعتها معايا كده يبقى بتساوي جاء هه والسين بس احنا هنعملها ازاي بقى احنا هنعملها بالتعويض عشان نبين للطالب جت منين فهنجي نقول له انا هفرض ان هه والسين دي بتساوي صاط ولما هفاضل الاتنين يبقى هه والسين دلة سين بتساوي دلة صاط نرجع بقى للمسألة تكامل هه جت بس بدل مكتب هه والسين هكتبها صاط ودلة سين عبارة عن دلة صاط على هه والسين بصوا كده معايا معايا مستر هه والسين هه فيه بدل مكتب دلة سين دي هكتبها دلة صاط على هه والسين راح تدي معادي وكأني بفاض بكامل جت يا صاط بالنسبة لصاط تكامل الجتة بجاة على طول هتديني جاة صاط زائد ثابت وارجع ارجع الصاط بقى اللي انا فاضلتها دية بتبقى هه والسين احنا كان ممكن نقول لك على طول دي نسبة في تفاضل الزاوية بتاعتها بتكامل الجتة عادي بجاة لكن احنا حبينا نقنعك جات من ايه فاحنا فرضنا ان الهيه والسين الزاوية اسمها صاط ومشينا بالمسألة كأنه تكامل بالتعويض يعني احنا لسه ما شرحناش التكامل بايه بالتعويض هناخد نحصة جاية ان شاء الله نشوف المسألة اللي جاية نه تكامل لغاريتم للاصاس هي لسين تربية على سين لغاريتم سين تكعيب للاصاس هي ده اللي تسين مش يقدر اقول له البسط تفاضل المقام صح ولا مسصح لكن انا ممكن اطلع الاثنين برا يا مصدر التلاتة برة يبقى هقول له تكامل اثنين لغاريتم سين للاصاس هي وهنا سين وطلعت التلاتة هي لغاريتم سين للاصاس هي كده يدير تطير اللغاريتمين مع بعض يبقى ده رحمة ده لدلت ايه سين وكمان لتنين على التلاتة تطلع برة يبقى واحد على سين دلت سين واحد على سين بمقياس لغاريتم هنقوله اتنين على تلاتة لغاريتم مقياس سين زائد ايه سابت يبقى المسألة ممكن تخليني اقول ايه دي مسألة من استعجلش فيها من استعجلش اطلع الاتنين برة اطلع التلاتة برة لقيت نفسي شطبت اللغاريتم مع اللغاريتم والمسألة بقت سهلة جدا وانها تكامل واحد على سين نشوف المسألة اللي جاية تكامل سين قص هيه مقس واحد زائد تكامل هيه قص سين مقس واحد شايف الفرق يا مستر هنا سين قص هيه مقس واحد دي مش دلة قصية برضو لما السين في الاساس ما هياش دلة قصية نبدل القصية اللي هي هيه قص سين مقس واحد تحت بقى سين قص هيه زائد هيه قص سين هل البسط تفاضل المقام تعال نجيب المقام لوحده كده ونفضله ونشوف قاد المقام عبارة عن سين قص هيه زائد هيه قص سين تفاضل المقام سين قص هيه لما فاضلها هتبقى الهيه تنزل سين قص هيه مقس واحد زائد هيه قص سين أفاضلها بهيه قص سين الله بص كده معنا كده البسط مش تفاضل المقام ده السين قس هيه ناقص واحد دي مضروبة في هيه هنا يبقى انا مفروض اضرب في هيه جوة واقسم على واحد على هيه برة يبقى انا هقول له واحد على هيه تكامل اضرب بقى فيه هنا هضرب هنا في هيه هتبقى هيه قسسين هيه ناقص واحد لما تضرب في هيه هنا هيه قسسين ناقص واحد فيه قس واحد بجمع القسس هتديني هيه قسسين على سين قس هه زائد هيه قس سين هنا بقى فعلا بقت البسط تفاضل المقام بص التفاضل المقام اللي احنا عاملينه هيه في سين قس هه نقص واحد زائد هيه قس سين هو ده لما انت ضربت في هيه برة واحد على هيه هنا يبقى انت في الحالة دي حققت القعدة اللي بتقول البسط تفاضل المقام يبقى الناتج هيبقى واحد على هيه في لغارة سين قس هه مقياس طبعا زائد هيه قس سين للأساس هيه زائد ايه زائد سين يبقى أهم حاجة في المسائل دي يا مستر أحضر له المقام أفضلهله و أزبطه و بعد كده أقول له بس تفاضل إيه المقام شوف المسألة اللي جاية دي هل البس تفاضل المقام في المسألة اللي جاية دي المسألة بتقول تكامل جاء 2 سين على جاء 4 سين ده اللي تسين البس مش تفاضل المقام لكن أنا ممكن أفك جاء 4 سين دي ب2 جاء 2 سين جتا 2 سين اللي هي في المقام اللي عندي هنا يا مستر يبقى تكامل أنا عندي جاء 2 سين هنا وهقول له هنا 2 جاء 2 سين جتا 2 سين ده اللي تسين في الحالة دي ممكن أختصر جات 2 سين مع جات 2 سين وطلع النص برة يبقى تكامل قاء 2 سين معلوب الجتا معلوب الجتا قاء 2 سين ده اللي تسين طيب ماذبوط الكلام كده آه تكامل القاء لها فرضية كده صغيرة مهمة جدا أني إحنا نسينا نشرح مسألة لتكامل القاء وحدها بس احنا هنشرحها هنا لما نحب نكامل القاء أنا هعيد المسألة تانية هقول له بص يا مستر بقى هنعمل فرضية ايه هضرب في قاء اتنين سين زائد زاء اتنين سين وهنا قاء اتنين سين زائد زاء اتنين سين مهمة الحدقة مهمة طبعا لكني ضربت في واحد طيب ايه يعني هنفيدنا ايه المسألة كده نقوله تعالى ضرب بقى معايا كده قد النص برا هو تكامل قا 2 سين في قا 2 سين بقا تربيع 2 سين قا 2 سين في زا 2 سين بقا 2 سين زا 2 سين على قا 2 سين زا 2 سين البسط مشتقط المقاب بس محتاجة 2 اضرب بقى برا اضرب في 2 اضرب في 2 هنا و2 هنا اضرب في 2 برا يتبقى ربح يبقى لو انت جيت تفاضلت المقام بقى فاضل القا 2 سين ب2 قا سين زا 2 سين وتفاضل الزا 2 سين بقا تربيع 2 سين في 2 يبقى كده فعلا البسط تفاضل المقاب الفرضية ديت مهمة جدا سواء لتكامل القا أو تكامل القاتل ومن غيرها ما نعرفش نحل المسألة علشان كده بنقولك لازم تحفظ الحكاية دي تكامل القا لازم تضربها في قا زا وقا زا كأنك بتضربه واحد وفي الحالة دي هت هنقوله ربع لغارت قا 2 سين زا 2 سين جوا المقياس للأساس هي زا ايه سبت بالمرة بقى هنشرح تكامل قاتل سين ده اللي تسين تكامل قاتل سين خلي بالك انت مخدتش في القواعد اللي احنا خدناهم الستة مخدناش تفاضل تكامل الزا لوحدها مخدناش وتكامل القا ولا تكامل القطة الزا عرفنا نتغلب عليها الزا عملناها جا على جتا وقلنا البسط تفاضل المقا والزاة جتبناها جا على جا والزاة نفس حكاة عملناها والقا اتغلبنا عليها ان احنا ضربنا في الفرضية اللي احنا قلنا عليها قا زا على تحت قا زا زا برضو القطة نفس حكاية لما نيجي نكاملها هنقوله ايه قاتت هسين في الفرضية اللي انا اقولك عليها دي قاتت هسين زا 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 Bom الزا زا ايه سين نضرب بقى فهديبقى تكامل قطة تربيع سين زائد زطا تربيع سين على قطة سين زائد زطا قطة تربيع سين زائد قطة زطا تمام قطة زطا قطة او قطة زطا دخلت القطة هنا قطة تربيع ودخلت القطة في الزطا بقطة زطا بس برضو في مشكلة ده السين طبعا المشكلة اللي تفاضل القطة بسالب وهنا تفاضل الزطا برضو بسالب يبقى أنا هعمل هنا سالب ودخل السالب على الايه الطرفين في الحالة دي لما تيجي تقوله ايه هات المقام جبناه تفاضل الزطة بسالب قطة تربية تفاضل القطة بسالب زطة في قطة موجودين لتنين والسالب برا نقوله يبقى سالب من المعايا لغارت قطة سين زطة سين للأساس هي زائد ايه سابق التكاول يبقى احنا لازم تاخد بالك انا عندي اربع حاجات مش عندي في القانون زا سين دلت سين تكامل زا سين دلت سين تكامل قا سين دلت سين تكامل قطة سين دلت سين كل دول مش عندك في القانون بس كل دول انت بتعتبرهم كتمرين بتحلهم كأنهم ايه تمرين سواء كانت الزا او الزطة او القا اللي فيها الفرضية اللي بقولك عليها تقوم تقوله ايه قا سين زائد زا سين على قا سين زائد زا سين والقطة برضو الفرضية بتاعتها عبارة عن قطة سين زائد زا سين وهنا قاطة سين زائد زاطة سين انا مش اقدر اقول له كاين بنضرف المرافق لان ده مش مرافق ده كاين بضرف واحد واخد بال حضرتك معاي اه لا تمام ناخد بقى مسألة تاني بس دي مسألة موضوعية يا مستر تكامل قاوس خمسة سين زا سين دلت سين افكر الطلبة بمسألة خدناها لسه في اول الحلقة كانت قا 2017 علشان الطلب يخاف من كلمة 2017 هنا بقى المسألة قاوس خمسة زا سين دلت سين فانا هاخد من القاوس خمسة دي قا واحدة يبقى تكامل قاوس سين وهنا قا سين زا سين دلت سين يبقى انا فكيت القاوس خمسة خدت منها قا وابقى لي قاوس سين كده بقت دي الدلة ودي ايه تفاضلها ادي الدلة هي قدامك ودي ايه تفاضلها والنظرا لان القا والزا مش محتاجة سالب غير زا القطة والزاة محتاجة سالب اه فهنا مش محتاجين نحط سالب فهنقول له ودي دلت في تفاضلها ازود القس واحد واقسم على القس الجديد فهتبقى قاوس خمسة سين على خمسة زايد ايه سابت يبقى فكرة المسألة هنا ان انا بوفر من القاوس خمسة دي قا علشان تبقى دلة في النفضل مثال كمان تكامل تلاتة سين جزر التكعيب لتلاتة سين زايد واحد دلت سين نفس فكرة حضرتك يا مصدر لما قلنا نزود واحد والنقص واحد قسة تلت اه اه هنقول له ايه بقى تكامل تلاتة سين زايد واحد نقص واحد في تلاتة سين زايد واحد الكل قسة تلت ده اللي تسين في الحالة دي انا هخش بالقوس ده مرة على تلاتة سين زايد واحد كيان بضرب القوس في نفسه بس ده قسة تلت وده قسة ايه واحد ومرة هيخش على الايه على الواحد يبقى عبارة عن بس هنا قسة تلت وهنا قسة واحد هيبقى عبارة عن 3 سين زائد واحد 4 على 3 وبعدين ناقص 3 سين زائد واحد الكل قس تلت دلت سين نكامل كل واحدة على أنها مقدار من الدرجة الأولى أزود القس واحد وأقسم على قس جديد وعلى معامل سين كمان يبقى هنجي نقول له 3 سين زائد واحد الكل قس تزود هنا تبقى 7 على 3 بجمع لها 3 على 3 وهقسم على 7 على 3 فيه 3 اللي هو معامل للايه السين وبالمنظر ده التلاتة هتروح مع الايه هنا ناقص هنا هزود 3 سين زائد واحد هجمع جنب التلت 3 على 3 هتبقى 4 على كام على 3 على 4 على 3 فيه 3 تروح التلاتة مع التلاتة زائد سابق طبعا سابها كده هياخده الدرجة الكاملة اه تمام ولو سابها كده هياخده الدرجة كاملة تكامل هيه قس سين تكعيب زائد اتنين لغارات نسين للأساس هي ده اللي تسين ممكن نجزقها ممكن نجزقها تمام كده يبقى هنقول له تكامل هيه قس سين تكعيب في هيه قس تنين لغارات نسين للأساس هي اه ولسه عملين نقول لهم خلي بالك اه القاعدة اللي احنا قلنا عليها لما صاد تساوي هيه لغارات نسين للأساس هيه لسين يبقى استنتج على طول ان الصاد هتساوي ايه سين هنا برضو ده هيه اه ارفع الاثنين ارفع الاثنين الاول يبقى تكامل هيه قس سين تكعيب في هيه لغارات نسين تربيع للأساس هيه دلت سين معايا كده تمامي بقى هنا طبعا دي هتتني سين هتبقى تكامل هيه قس سين تكعيب في هيه سين تربيع دلت سين الله طيب ما دي الدلت سين تكعيب انا عايز تفاضلها احط هنا تلاتة واقسم على ايه تلاتة اصبح دلوقتي لهيه قس دلت سين في تفاضلها يبقى الناتج هيطلع تلت في هيه قس سين تكعيب زائد ايه سابت مسألة فعلا محتاجة القاعدة اللي احنا بنشرحها يا مستر لانها بنجرها ما نعرفش نحلها اللي هي ايه انه يبقى اساس هيه والقس لغاراتنا للاساس هيه فاحنا بنطير الاثنين مع بعض مهمة جدا نقطتين مهمين يعني انت لقصت لهم من دلوقتي اكتر من فكرة مهمة اولا تكامل الزا بالنسبة للدلسين تكامل الزطة بالنسبة للدلسين تكامل القا بالنسبة للدلسين فبضطر اضرب بسطر وقاما في قا سين زا زا سين في حالة القطى بضرب في قطى سينزا عزا سين نقطة مهمة الى جالب النقطة التانية اللي انت قلتها اما اكمنا هياها مرفوعة لله الف للأساس هيه يبقى على طول أو له متغير للأساس هي نفس الأساس نفس الأساس بيدي طيب ناخد مسألة كمان تكامل الزا تربيع سين ده اللي تسين احنا وغدين تكامل القا تربيع وغدين تكامل القا تربيع بس ما خدناش تكامل للاقيه الزا تربيع لكن احنا حساب المسلسات بيريحنا شوية بقى اشيل الزا تربيع تمام واحد زائد زا تربيع سين بتسوي قا تربيع سين يبقى انا ممكن اشيل الزا وتبقى عبارة عن قا تربيع مقس كام مقس واحد يبقى المسألة دي هاجا اقول له الحل كده لا انا مش عاجب من الزا تربيع دي انا هشيلها واكتب مكانها قا تربيع سين مقس واحد ده اللي تسين ولين نخش بقى نكامل القا تربيع قا تربيع سين بزا سين يبقى زا سين بسين زائد ست يبقى حساب المثلثات هنا هينفعنا علشان كده لازم نراجع الخمس قواعد اللي احنا اخدناهم في سنة وغير سنة على الاقل التلاتة الاولانيين اللي هو هرجحهم مع حضرتك جا تربيع سين زائد جتا تربيع سين بتساوي واحد واحد زائد زا تربيع سين بتساوي قا تربيع سين واحد زائد زا تربيع سين بتساوي قا تربيع سين طبعا هنا بلعب بيها بقى بنستفيد منهم بلق المضطرب الايمى للأيسر على حسب المسألة تمام تكامل هنا بيقول لي تكامل افتح قوس اربعة ما اسقاط زا تربيع سين دلت سين قطة في زا تا احنا وغدينها اه مشتقة القطة مشتقة القطة قطة في زا تيبقى تكملها يطلع بايه بقطة بس بسالب قطة لان احنا قلنا اي حاجة فيها ته لازم يبقى فيها ايه سالب طب قول له اربعة تتكامل عادي تتكامل عادي زا اد سا اد مسألة زريفة سهلة مسألة هنا بيقول له انا عايز تكامل هي قوس سين لغارة مألف للأساس هي اوكي زا اد هي قوس ألف لغارة مسين للأساس هي زا اد هي قوس ألف لغارة مألف كل ده من نسبة لسين هنعملها بقى بقى هنعملها بنفس القعدة نرفع السين نرفع السين الاول يبقى الحل نزبط المسألة شوية تكامل هي هارفع السين هنا هيبقى لغارة مألف أسسين للأساس هي وهنا برضو هتبقى زايد هي لغارة مسين أسس ألف للأساس هي وهنا هسيبها زي ما هي لانه ده كله ثابت فانا رفعته ما رفعتوش مش هيجرى حاجة لانه ده ثابت وكمان الاساس بتاع اللغارة مده مش هي ده اساس عشرة فما ينفعش نطبق عليه القانون صح طيب هنا القانون هيتطبق كل ده هنكمله بالنسبة لده السين كل ده هنكمله بالنسبة لإيه لده السين هنا هنطبق القعدة الاساس هي يبقى ألف أسسين يبقى تكامل ألف أسسين ده ده الأسسية وهنا هنشيل الهيه دي قدام دي هتبقى سين أس ألف دي ما هياش دلق الصي دي تكامل أسسي وده سابت وده سابت اللي هو هي قصه ألف لغرية ما ألف كل ده برضو بالنسبة لإيه بالنسبة لسين لكامل بقى تكامل الدلق الصية هتبقى عبارة عن ألف أسسين على لغرية ما ألف للأساس إيه إيه تكامل دي هيبقى عبارة عن زود القص واحد ألف زائد واحد وقسم على القص الجديد ألف زائد واحد طبعا بشرط إن الألف لا يساوي السلب واحد كل ده مضروب في سيل زائد ثابت طبعا يا سيسد خالد أنت النهاردة أبهرتنا بالأفكار الجميلة دي وخدنا كم كبير من الأفكار طبعا أعزائي الطلبة طبعا شوفنا هنا دلوقتي هنا إزاي بنعمل تكامل الدلة الأسية وشوفنا جميع الأفكار اللي ممكن أنتها تخطر على بالك أنت بطلوب منك الآتي بتراجع الأمثلة اللي احنا عرضناها دي طبعا الحلقة بتعادل ساعة خمسة ونص صباحا هتتبحة وتبدأ تحل لو عندك أفكار ما وصلتش لها إحنا برضو الحلقة الجاية إن شاء الله هنحل مسائلك ونحل برضو أفكار جديدة ونشكر أستاذ خالد عن المجهود الكبير اللي عمله النهاردة شكرا أستاذ خالد وإلى اللقاء في علاقات الأخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته